قلت لك محدش هيقبض يا مناع انت سابع مالك يا ولدي عزعج ليه؟ العمال عاوزين يقبضوا ومش عاوزين يشتغلوا نسيوا لما كانوا قاعدين في وقتهم زي الحريب وفلسهم هتوصل لهم لحد عندهم عمال ويولدي ما يقبضوا مش حجهم؟ حج يكسل حجهم لما تيجي فلوس المستخلصات لول طبوا الناس تستنى ليه؟ زي ما احنا استنىنا شهور من غير قبض يا بوي يا ولدي احنا نقدر نستنوا هم ما يقدروش يستنوا بالجبر اللي يشبرهم؟ ومين؟ وانا؟ انت؟ ليه؟ انا رحت فين؟ انا بس اللي اقول مين يقبض ومين ما يقبضش يعني انا مليش رأي يا بوي ولا ايه؟ بعد رأيي مفيش رأيي المخلوق تاني خلاص اتجارة مليش نعم بأي حاجة؟ اتجارة تديني سلام عليكم وقف مكانك انا بس اللي اقول مين يمشي ومين يقعد هم؟ مش تديني ظهرك وتمشي وتقول سلام عليكم يا بوي اتجارة ومش عايز اسمع كلمة انا دي مرة ثانية وياك في يوم اكلمك ترفع صوتك علي او تديني ظهرك وتقول سلام عليكم ايه؟ كبرت علي؟ حاجة اشكر ومش انت اللي هات يمشي انا اللي مش عاوزك ومش عاوز اشوف الشك تاني في المحشر يمشي مناع 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 عم الحاج شيع للعمال كلهم حاضر يا عم الحاج مناع جازيك يا ولدي ضيعت علي اللحظة الحلوة حسن الخطيب ايوا اعم الحاج عملت كم نجلة يا ولدي؟ عندك في الكشف اعمل حاج لا يقول انت انا مصدق اتناشر نجلة يا راجل يا ضلالي مكتوبين احداشر ما قلت لك بص في الكشف اعمل حاج يعني انا مبصدش في الكشف تكني ربنا يزيدك ما انت عندك كتير اما الشهارك انا الصاب ادينه اتناشر نجلة كالتكخيرة حسن عبدالله ايوا اعمل حاج ايوا اعمل حاج ايضا يا حسن تانت نجلات بس هجبضك ايه؟ ماليش اعمل حاج كنت عبان شوي السلامتك يا ولدي كده مش تبقى قبضية هتبقى سلفة نتشوف اعمل حاج هتدي لك اجلة عشر نجلات بس القبضية الجاية لو ما كملتهم مش هتقبض هديني من الاول بقولها لك او ماش اعمل حاج هتدي له عشر نجلات خميس ابو منصور ايوا اعمل حاج بسم الله ما شاء الله نظهر انك عافي جسمك صغير بس عافي يعني اتنين وعشرين نجلة هياخد فلوسكم كلها 23 نجلة يا عم الحد اللي مكتوب يا هولا دي 22 23 وأنا حاسبه يعني الدفتر كدام معرفش يمكن أديك اللي مكتوب في الدفتر وتكمل معاي ولا أديك اللي قلت عليه وما تكملش شغلي معانا لا اللي أنا قلت عليه أدي له أجرة 24 نجلة مش 23 بس ما شوفش وشك في المحجر تاني أدي له نطوع نطوع يا أبو علي سبت له كل حاجة زي العقل الزغيرة ولما يعوزني هيبعات لي ولو مش هيعلكش مش مهم ولما يقتع المرتب اللي هيبعاته ما يقدرش أنا الشوف وهو عارف ما تتمرعش أبوك عنيت ملكي الصالح أنت وما قدرش معنا الدور دي ما كل دور تقول لي لإنت اللي شاجيان وإنت اللي ما عرف هيه عشان أبوك أخو هريتيا ما بجيش واحده وما العمي وما المحجر مش عرفك حد عارف أبوك هيفكر في إيه ما تجلب ليش رأسي هو ما يقول لك شمشي اللي ما لجي ظهره ما سنوت بخوه أنا اللي سبته هو ما جال ليه شمشي فهمه مين؟ الحاج أبو ديف السهاجي سنة مرحبا يا أحمد تفضل مخنوق ما تجي بعيد عن هنا كم من أنت يا جود؟ راجع مرحبا يا حاج سلامة مش جادر يا حاج ما عاوز أخد ولدي وارجع مصر مش بيعتش غربان بيها الثانية كده كلها حمول ما تزودش الغربة على حمولة مذرم عيشاني بجحيم جاعت في بيت أول مطلع منه أفرح وأول مخشصة أتعذب انت مش بيعتش من الغربة يا والد أبوك لو جاعتت معاه أكتر من كده يا موتها هتنوتنا يا محمد فهمني هي عايزة إيه؟ عاوز أتطلع على جسمي وكلبي ونفسيتي العشر السنين اللي غيبتهم اضحك عليها هتطلق هو أسافر وبتل تقعد معامها المتطلقة وحدهم تبقى جيت خربت بيت ومشيت مفيش معاها غير الفلوس والحساب والورث والتكسير ومال يا والد أبوك اللي انت عاوز أخده عاوز حاجك خده عاوز بوك حاجك خده أنا مش عاوز حاجة وانس عارف انت مش عاوز حاجة لكن حاجك حاجة تانية يعني عشان نار هتوبن دي عاملة زي الوحش مش هتهدر لما تجيب أجل استحملها كل واحد ربنا خلقه وخلق له جنبه حاجة تسعده وحاجة تانية تعذبه داو اللي بيعذبك وحب اللي هيسعدك الصراحة أنا مش عاوز البلدين ايه اللي جاب الفجر دا؟ والله هناك حداد من ساعة مجيل عزاجة أسلم عليك لحد يحمل والله يسلمك يا بو ذكري ايه يا بور أخوك الحاج خدك مننا وليه؟ سلمت يا بو ذكري؟ ايه عايز حاجة تاني؟ اه أنا جاش لكيك لأخوك الحاج حطتني على رأسه زاعدك بصدو عارفك زين يا بو ذكري وعارف متعامل معاك ازاي ايوه ما انتو اخوات قاريين على لوح واحد قد قلتها يا بو ذكري قاعد وسط الاخوات مين؟ الله أكبر عليكم قاعدين زي العشاك اخوات صح كل أعوز برب الفلق عموما انا حاجة انا كنت جاي بك بس انت قصرت على المشوار فيه؟ انا كنت طالب ايد صهرة منك يا رجل يا بارد هي حصلت؟ تطلب ايد بنت الناس في الشارع؟ مش قصدة وبعدين احنا مش غرب انا والد عمكم وانا سابق رضيط عليك يا بو ذكري ايوه ابوها ما كانش موجود لكن دلوك ابوها موجود والابو اهم من العم حج محمد ابوها وعمها واللي يقولوا يمشي يعني ده اخر كلام عندكم الكلام يبقى في البيوت زي الناس المحترمة ناخد ونده مع بعض هجيلكم ماتة لا انا اللي هجيلك روّح في امان الله وانا جاي وراك على طول ياه ماشي السلام عليكم عليكم السلام لوي عليها يا حد هتشوف روّق انت بس وكله هيبكى تماما موسيقى عايزا عيلكوش يا حمد عامل فيها كبير عليك خيري عاوز المسايسة عشان حامي زيك مفيش مسايسة ليتعدل يا يغور من وشي موسيقى الراحة على عيالك ما تخسرهمش يكسبهم زي ما انا عاوز يخسرهم موسيقى والله ما عاوز اروح للغولة اللي في البيت هو يدهو خلاص انا عندي مشوار صغير بعدين هروح بالسلامة